غياب قائد ميليشيات الكرامة عن الساحة خلق حالة من التخبط بين حلفائه وداعمين قلابه الإمارات ومصر إذاعة فرنسا الدولية كشفت عن سلسلة اجتماعات يقودها البلدان في أبوظبي لتأمين خلافة حفتر الإذاعة ذكرت أن الإمارات استدعت رئيس مجلس النواب عقيل صالح على عجل في الثامن عشر من أبريل إلى أبوظبي والتقى ولي العهد محمد بن زايد على الرغم من ارتباط اسم عبد الرازق النظور بحفتر وصالح فإن الإذاعة تأكدت استبعاده من الأطراف المجتمعة وممارسة ضغوط على عقيل صالح لإخراجه من سباق الترشح فيما خلصت اللجنة إلى أن ثمت ثلاثة أشخاص لخلافة حفترهم نجله خالد وصهره وآمر هيئة القضاء والسيطرة عون الفرجاني إضافة إلى آمر غرفة عمليات الكرامة عبد السلام الحاسي التي وصفته الإذاعة بالمقرب من الإمارات ومصر في التاسع من أبريل الجاري ذكرت الإذاعة أن مسؤولين فرنسيين التقوا بالفرجاني والحاسي في باريس كما التحق بهم أبناء حفتر بعد أيام للمشاركة في تلك اللقاءات لقاءات اللجنة الإماراتية المصرية وصفتها الإذاعة بسباق مع الزمن لإيجاد بديل بعد استثمار الأولى الكثير لتدعم حفتر وتحرك الثانية من أجل تأمين نفوذها في المنطقة وفق الإذاعة الإذاعة ذكرت أن النقاشات توقفت في ظل رفض عقيل الصالح التعاون مع أبو ظبي بينما تحاول أبو ظبي إقناعه بالعمل لصالحها غياب قائد ميليشيات الكرامة خلق حالة من التخبط وسط عناصرها وكشف الغطاء عن دول تريد أن تكون وصية على البلاد تختار قيادتها وتستغل مواردها